موسيقى السلام عليكم نذيع على حضراتكم الآن كلمة لصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هذه كلمة موجهة لجميع شعب البحرين لقد أصبحنا اليوم على شراقة أمل وأنا شكر لكل الحكومة والعقلاء اللي دعوا ولبوا النداة للتهدئة وحفاظ الأمن واللحمة الوطنية يا أخواني وأخواتي الآن سنبدأ مرحلة جديدة مرحلة سنبحث فيها كل قضايانا بكل صدق وأمانة أريد أن أوصل رسالة أن التهدئة مطلوبة في هذا الوقت على أساس أن كل الأطراف يقدرون يطرحون آراءهم وقضاياهم بصورة مسؤولة ومنتجة اليوم الأمور بدأت تعود لشكلها الطبيعي وأكد مرة ثانية واجب علينا الحفظ على الأمن والاستقرار خوفا من الفتنة وتأزم الموقف كل ما قدرنا نخلي نهجنا ونهج الهدوء نقدر نتوصل أقرب إلى هدفنا ويا مواطنين البحرين أرجو أن نتكاتف ونتعاون ونتواصل مع كل القوى السياسية في البلد وساعدونا على تهدئة الوضع لنستطيع أن نعلن يوم حداد على ما فقدناه من أبناء فيا مواطنين البحرين شكرا لكم وتمنى لكم إن شاء الله يوما موفق أعرضنا على حضراتكم كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى اشتركوا في القناة